اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعة القلبك وساعة ربك وساعة ربه ما بيجيش خالص طبعا وساعة قلبه شغالة 24 ساعة ويستدل بحديث صحيح روى مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظلة قال له ساعة وساعة يعني ايه ساعة وساعة يعني ساعة بيرتفع فيها الايمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض بها الايمان بالعمل الطالح والتفسير التاني وده اجمل ان ساعة بتستمتع فيها بالمباحات اللي ما فيهاش معصية عشان تستعين بالمباحات دي تعالى طاعة ربنا خدت زوجتك واولادك اتمشيته في مكان جميل يعني اه كلتوا ترمس ودرمشوا وشربتوا حاجة ساعة وتمشيتوا على البحر في مكان ما فيهاش معصية ورجعتوا البيت ماشى الله نمتوا ساعتين وقمتوا صليتوا قيام ليل فكانت الفوسحة دي عونا لكم على الطاعة يبقى ساعة وساعة اما ساعة في ساعة القلبك وساعة ربك لا حبيب قلبي حياتك كلها لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريكة له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ونسأل بقى الشاب اللي ما بيصليش اللي بقول ساعة القلبك وساعة ربك ترضى تيجي يوم الايامة يبقى ساعة في النار وساعة في الجنة يقول لك لا يا عمنا عايزة لكلها في الجنة لو عايزة لكلها في الجنة يبقى حياتك كلها تكون لله سبحانه وتعالى طيب من ضمن الامثلة واحد راح يقدم مصطحة في شركة معينة او في مكان معينة فقبل موظف نقفل الدنيا كلها ومكالكع وضرب المية وحنداشر ومكالشر فيقول لك اعوذ بالله فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل طبعا الكلام ده غلط لان مفاد الكلام ده ان فيه انسان من البشر يقدر يمنع رحمة ربنا لانه بيقول لك ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها من بعد وهو العزيز الحكيم يبقى وعا تقول فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل واحد قابل صاحبه فبيسلم عليه زاكا فلان واللي اتنين مش ملتزمين اخبارك ايه واخبار السرق والناشل والحجال دي فبيقول له والله في الاسبوع ده يعني مسارقة تشغل متين جنيه يقول له يا راجل متين جنيه بس ده حتى المثل بيقول لو سرقت تسرق جمل ولو عشق تعشق امر ده ده انت هتيجي يوم الايامة حبيب قلبي هتيجي يوم الايامة وكل حاجة سرقتها هتشلها فوق كتافك يعني انت النهاردة بدل ما تقول له لو سرقت تسرق جمل ولو عشق تعشق امر ده انت المفض تقول له لو سرقت توب الى الله وتحلل من المظالم لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درها ما لها ولا دنار قال المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك هذا ما هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وبدل ما تقوله لو عشيئت عشاء أمر قل له لا أخذ بالك كما تدينه تدان ولا عشق ده طريق للزنا والزنا عقبته في القبر كذا وعقبته في الدنيا كذا وعقبته في الآخرة كذا إلحق وطوب لربنا سبحانه وتعالى ورجع لربنا بدل ما تقوله لو سرق تسرق جمل ولو عشيئت عشاء أمر واحدة متجوزة جوزها موريها الأمر أو النجوم في عز الظهر وتعبها في حياتها فراحت تزور جارتها زيك يا فلانة الحمد لله فبتطمن بقى وتشوف هي بس الوحيدة المعزبة في الكون ده كله ولا كل النساء اللي يكون في عونهم معزبين برضو زيها فبتقول لها أخبارك إيه حبيبتي مع جوزك قلت لها جوزي ما شاء الله علي يا ريت كل واحدة في الدنيا ربنا يرزقها بواحد زي زوجي ما شاء الله مورين الهانة كله أخلاق الدنيا وأدب الدنيا وزوء الدنيا وجمال الدنيا أنا عايشها مع الحب كله فتقول لها إيه وعتكوني مصدقا أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول يا مقامنا للرجال يا مقامنا للمية في الغربال يعني كأنها عايزة تقول لها أن كل الرجال غشاشين ومكرين ومخادعين ويعني ومشاف إيه وكأنها تخب بالمرأة دي على زوجها وقد نهى النبي عن ذلك وقال ليس منا من خب ومرأة على زوجها فبدل ما تقول لها يا مقامنا للرجال يا مقامنا للمية في الغربال قول لها ربنا يبركلك ودعيلي ربنا يهديلي زوجي أحيانا واحد راح يقدم أصلحة ومع صاحبه فلقى داخل على واحد الراجل ده أصلا راجل مش كويس بالمرة فداخل بيقول له حضرتك وسيادتك ومعاليك وعظمتك والسجل اللي بقى اللي تعرفينه يعني الاستوانات الجميلة دي فبيقول له يا عم انت بتقوله الكلام ده ليه ده انت عارف راجل ده أصلا مش كويس ومعرفش رب له انسان كدابه أو كذا وكذا يعني مثلا بيقول له كده فبيقول له انت مسمعتش المثل اللي بيقولك لو كان لك حاجة عند الكلب أعزكم الله قول له يا سيدي طبعا الكلام ده غلط غلط ليه لان فيه حاجات كتير غلط اول حاجة انه وصف انسان بانه كلب وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم الحاجة التانية ان دي فيها دعوة للذلة والمهانة لاني والنبي صلى الله عليه وسلم نهانة عن كده قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه ده كلاب حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحاجة التانية ان هو قال لانسان قد يكون الانسان ده منافق وهو عمال بينفقه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان نقول للمنافق قال نهو سيد قال صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا فانه اي يكن سيدكم فقد اصخطتم ربكم حاجة التالتة ان كده الانسان بيتعامل مع كل انسان بوجه بيتعامل مع ده بوجه وده بوجه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار إنما إن كنت بتتألف قلب إنسان لأنه إنسان شرير وإنت ليك مصنحة وعايز تاخدها فمش تقوله بقى تجلصنا وحبيبنا وواء إنما ممكن تقوله حضرتك وسيادتك وإزاي حضرتك وإزايك الله خير نبارك الله فيك وتدعيله ولكن ما تنفقوش واضح أحيانا تلاقي واحد عمال بيختع في الناس ويغش في الميزان ويضحك عن الناس وينوط ويقول تسعيرها مش هعف عملة إزاي ويدوم بضاعة مخشوشة فواحد بيسأله بيقوله بتعمل كده ليه يقوله يا حبيب قلب انت مدرتش المسر اللي بيقولك الرزق يحب الخفية ويحب الفهلوة مين قال إن الرزق يحب الخفية عمر ما كان الرزق بتاع خفية وهل الخفية والفهلوة هتعطي الإنسان رزقه أكتر من اللي ربنا قدره كلام ده مش ممكن ربنا قدر للإنسان رزقه معين لا الفهلوة هتزوده ولا الخفية هتزوده ولا عدم القدرة على الخفية والفهلوة هتقلل الرزق وفي السماء رزقكم وما تعدون وأبواب الرزق حبيب قلب عمرها ما كانت لا في الخفية ولا في الفهلوة إنما أبواب الرزق في الطقوة وما يتقل الله يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في التوكل وإحنا قلنا في موضوع ده في التوكل وما يتوقع الله فهو حسبه لو أنكم تتوكلون على الله حقا توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا خماصا وتروح بطانة يبقى لأصل في كل ده إن أنا ما أظنش إن خداع الناس وإن السرقة دي هتزود في الرزق بالعكس ده أنا حتى لو حصلت على فلوس كتيرة ربنا مش هيبارك طول ما الفلوس جاي من حرام واللي جاي من حرام دايما نرايح في الحرام واحد بيحسن للناس وبيكرم الناس وعمره ما بيتأخر عن حد أبدا فجاي واحد عايزة بنعمل الخير ده يقول له يا أخي أنت مسمعتش المسألة اللي بيقول اتقي شر من أحسنت إليه ده أنت مهما أحسنت للناس هتشوف منهم شر حتى لو احترضنا يا جماعة أن فعلا أن حضرتك أحسنت الواحد واثنين والثلاثة واربعة وعشرة والناس دي تساءت إليك هل ده يمنعك من أن أنت تمارس الخير مع الناس عمره ما يمنعك لأن أنت بتعمل العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حظنا على أن نفعل الخير اعمل الخير أخي وحبيبي في الإنسان اللي يستحق والإنسان اللي ما يستحقنش فإن لم يكن أهلا للخير فأنت أهلا للخير حيانا واحد بيضحك على واحد وبيغشه وبيخدعه ورح مديله بضاعة مش مظبوطة أو مديله حاجة مش أصلية وبعدين صاحبه بيسأله ويقوله عملت ايه مع فلاني؟ يقوله وسكت بتعرفشي شو هو عامل ناصح؟ ده أنا لبسته العمة طبعا كلمة لبسته العمة معناها أني خدعته ومعناها أن الإنسان ده غبي وأنا قدرت أن أنا أخدعه وأنتوا عارفين أن الكلام ده غالط للسبب لأن مين اللي بيلبس العمة؟ أهل العلم العلماء ورثته الأنبياء كأنه عايز يقول أن اللي بيلبسه العمة ده الناس ما هماش أسكياء ده الأغبياء وأنا عشان كده لبسته العمة هو هتقول كلمة لبسته العمة لأن العمة دي لا يلبسها إلا العلماء والفقهاء من ضمن الأمثال المنتشر بين الناس وهي مثل غلط الحقيقة أن الناس من كتر ما الدنيا بقت فحلا حياة مدية جامدة شوية كده والدنيا بقى أصبحت كلها شهوات وملهيات فأصبح المثل السائد فلان يقول له فلان يا فلان أنت يا ابن ليه ما بتكونش مستقبلك؟ أنت ليه ما بيجيبش فلوس كتير؟ ليه ما بتحملش بيزنز؟ أنت ما انتش عارف المثل اللي بيقول اللي معاه إرش يسوي إرش واللي معه إرش ما يسويهاش حاجة والمثل ده الحقيقة غلط لأن الإنسان قمته في إيمانه وأخلاقه وتقوى قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان سيد نبي لال كان فخير جدا ورغم ذلك النبي سمع صوت أقدامه في الجنة وبشره بأن الجنة مشتقاله وأبو لهب كان غني جدا لكن كان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وده معنى الكلام دوت معنى المثل ده اللي معاه إرش يسوى إرش معنى إن لو كان واحد كافر وغني يبقى ليه قيمة ولو كان واحد فقير ومؤمن ملوش قيمة طبعا الكلام ده كله غلط اللي معاه إيمان يسوى كل حاجة واللي معاه إرش معاه إيمان برضو يسوى لكن مش الإرش هو المقياس ومش الفلوس هي المقياس تعانوا نكمل أمثلة ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بعد مرحبا بكم إخواني وأخواتي بعد الفاصل مرة تانية ما زلنا لسه في صراع مع الأمثال عشان نصحح المفاهيم وعشان ناخد بقديم بعض الجنة الرحمن سبحانه وتعالى ونكون بكده ضربنا الشيطان بالضربة القضية ويبدأ لامس أكتاف تعالوا نشوف بعض المفاهيم اللي موجودة وهي غلط فعلا واحد بيكلم ابنه فبيقول له يا ابن سافر أوروبا سنتين تلاتة جمع أشيان انت عارف يا حبيبي الزمن صعب وانت عارف على رأي المثل القرش البيض ينفع في اليوم لسود طبعا هنا غلطة من حاجتين حاجة الأونية ان دي دعوة لكنز المال وقد قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهوهم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون الآفة التانية ومشكلة التانية انه بيتشاءم وبيسمي اليوم انه يوم اسود وكلها أيام ربنا وآيام ربنا كلها جميلة مدامة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى لكن المرحوظة اللي عايزة أقولها عشان برضو المسألة احنا بنقول الآفة وعلاجها مفيش مالها يا جماعة ان احنا نشيل قرشين على جنب تحسبا لأي ظروف شيء طبيعي أي بيت لازم يكون فيه قرشين متشالين الزوجة تعبت الأولاد محتاجين فلوس مدارس محتاجين يشتروا ملابس يجددوا البيت يغيبوا عربية يا أي حاجة مفيش مشكلة لكن ما بقاش الأصل هو ان انا بكنز كل قرش بيجيني وما طلعش زكاة ماله وفي نفس الوقت بسمي القرش الابيض ان القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود ممكن نقولها المسألة ونغير القلر يعني ممكن نقول القرش الابيض بينفع في يوم الأخضر بلاش كلمة الاسود لان فيها شيء من التشاؤم طيب واحد لقى صاحبه رايح بيزكي بيدفع مال الزكا بتاعته فقوله انت بتزكي قال له اه قال له يا ابني ليه بتزكي حبيبي دي فلوسك وعيالك أولى بيها انت ما سمعتش المسألة اللي بيقول يا مزكي حالك يبكي والمسألة التانية اللي بيقول اللي يصعب عليك يفقرك يعني يا حبيب قلبي دا اللي بيزكي دا حاله يبكي كأنه عايز يقول ان اللي بيزكي دا حاله مدعا لان الناس تشوفه تبكي لانه مسكين بيزكي بيطلع زكاة ماله يعني بيفئت فلوسه مين اللي قال كده دي دي نفس الدعوة التي دعاها إبليس قال جل وعلا الشيطان ويعادكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعادكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليهم الصواب إن الإنسان اللي بيخرج زكاة ماله ده من أسعد الناس لأن ربنا هيكرمه وهيعوضه وهيزكي نفسه ويطهر ماله وينق ماله ويبرك له في فلوسه وفي ولاده في كل حاجة ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى فرش كربات ناس كتير من الفقراء في ظل صدقاته كما أخبر الصادق وصلى الله عليه وآله وسلم واحد ماشي مع صاحبه فلقى راجل أعمى وقف على جنب فرحمه طلع عشرة جنيه ورحمه ادهاله فبقل له عشرة جنيه ليه يا ابني هو أنت مسمعتش المثل اللي بيقول لو شفت لعمة كل عشاها هو أنت أرحم من اللعماه طبعا الكلام ده كلام ما ينفعش يتقالي حباب قلبي ليه لأن الأصل أن دي دعوة غير أخلاقية لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن احنا لما نفرج كربات المسلمين ربنا بيفرج كرباتنا يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم من فرج عم مسلم كربة من كرب الدنيا فرج أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا الأخيرة ومن ستر مسلم ستراه الله في الدنيا الأخيرة والله في عون العبد ما كان العبده في عوني أخيه وبعدين خب بالك من حاجة ده إذا كان النبي على السلام أخبر بأن أنت إذا دللت الرجل الأعمى اللي فقط بصره لو دللته على الطريق فلك بها صدقة فما ظنك لما تعطيه طعام أو شراب أو كسوة أو مال ده إحنا محتاجين إحنا لتآلف وبعدين دي فيها يتهم لربنا سبحانه وتعالى بأن ربنا لما أخذ بصر الرجل ده كان بيتعامل معه بمنتهى القصوى لأنه بيقول لو شفت لعمة كل عشانه هو أنت أرحم من اللعمة هو ربنا لما أخذ بصره كانت دي قصوى من ربنا حاشا لله دي كانت رحمة من ربنا سبحانه وتعالى قلت لكم قبل كده أي ابتلاء في الدنيا عملة ليها وجهين وجه المحنة ووجه المنحة وجه المحنة هنا إنه فقط بصره لكن وجه المنحة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله حبيبتيه يعني عيني فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة أبدا ما تقول لو شفت لعمة كل عشاء بالعكس بدل ما تاكل عشاء قدم له أنت العشاء بدل ما تمنع عنه المال قدم له أنت المال بدل ما تبخل عليه اكريمه عشان ربنا يكريمك في الدنيا والآخرة أحيانا واحد يروح يشتغل في الشركة فلما يشتغل في الشركة فمدير الشركة بيقول له أنا عايزك تعمل كذا أو مثلا واحد في منصب معين وواحد أعلى منه في المنصب يقول له أنا عايزك تعمل كذا ولازم تنفذ الموضوع ده في خلال 24 ساعة والموضوع اللي طلب منه أمر فيه معصية ربنا وفيه مخالفة الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فبيضطر أنه يعملها فلما صاحبه يسأله أنت عملت كده ليه الراجل ده بيقول لك حاجة غلط يقول له ما علش شي ما أنت عارف أنا عبد لمأمور والكلمة دي غلط وتحت كلمة أنا عبد المأمور يا ما ارتكبت مخالفات ويا ما انتهكت حرومات ويا ما ناس اتأزت ويا ما حصلت مشاكل ويا ما حصل سرقات ونصب ورشاوة كل ذا تحت بنت أنا عبد المأمور أخي وحبيبي أنت والمأمور عبيد لله ربنا قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون في يوم الأيام كما في الصحيحين حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمر رجلنا على سرية وقال من أطاع الأمير فقد أطاع عني ومن أطاع عني فقد أطاع الله خارجين مع الأمير دا حصل خلاف بين الصحابة وبين الأمير اللي معهم دا كان صحابة برضو فحصل خلاف ما بينهم فرح منادي عليهم وقال لهم أوقدوا نارا ولعوا نار فقالوا طيب رحوا مولعين نار قال ألقوا بأنفسكم في النار فجم يرموا نفسهم في النار فجي شاب من الصحابة قال لهم لا استنوا يعني انتظروا حتى إذا عدنا إلى النبي فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا وإلا فلا نفعل دحنا فررنا إلى رسول الله من النار فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة إنما الطاعة في المعروف فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى أحيانا واحد بيقول للتاني إيه رأيك أنا معي فلوس أعايز أخش مشروع أخش أنا مشروع يقول له اعمل المشروع الفلاني دخل الراجل في المشروع الفلاني فلما دخل في المشروع الفلاني خسر فلوسه كلها صاحبه راح يتطمن عليه ها عملت إيه قال له كسبنا صلاة النبي كل الفلوس راحت وكأنه عايز يقول إن اللي بيصلي على النبي ده مش كسبان ده خسران على طول الخط هو مش قصده كده بس هو اللفظ نفسه بيوهم بكده كأنه عايز يقول له خسرت الفلوس كسبنا صلاة النبي يعني كإن اللي بيصلي على النبي ما هواش كسبان مع إن اللي بيصلي على النبي كسبان على طول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النبي بيقول من صلى عليه عشرا حين أصبح وعشر حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة النبي بيقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات وغفر له عشر خطيئات ورفعه في الجنة عشر درجات أبي بن كعب بيقول للنبي إني أذكر الله أو إني أصلى عليك يا رسول الله في ساعة من الليل فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال له الربع قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك فهو خير لك الثلث النصف في الآخر قال له إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك يقول صلى الله عليه وسلم البخير من ذكرت عنده فلم يصلي علي وقال الله صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله أحيانا واحد بيكلم مع واحد فوهو بيدردش معه بيقول له بس الموضوع ده ما كانش ينفع يكون كده يعني أنت مثلا داخل تذاكر أو داخل امتحان وبعدين صاحبك بيقول لك إيه انت هتذاكر فتقول له آه هذاكر وإلا لو ما ذكرتش مش هنجح ده حتى ربنا عارفوه بالعقل مدمت أنا مش مذاكر يبقى مش هنجح ولو ذكرت هنجح حيث صح المعلومة الصهارة دي حتة ربنا عارفوه بالعقل احنا لا ننكر قيمة وقدر العقل العقل قدره عالي جدا جدا لكن العقل يا جماعة لابد لهم من تسكية الوحي وإلا لو العقل اشتغل لوحده بدون نور الوحي فالعقل هيضل وإحنا شفنا عقل القدماء المصريين الفرعنة عقلهم قادهم إنهم يعبدوا الشمس من دون الله والعقل الهندي قادوا إنه يعبد البقر من دون الله والعقل الياباني قادوا إنه يعبد تمثال بوزة من دون الله سبحانه وتعالى أما العقل لما زكي بالشرع عبد ربنا وحمد ربنا وفكر في آلاء ونعم ربنا سبحانه وتعالى فالصواب إن ربنا عرفوه بالعقل وبالشرع مش بالعقل بس لوحده واحد ماشي فلا أخناء فالناس عمي يتخانوا مع بعض بيهديهم يا جماعة ما يصحش مش عايزين يهدم يا جماعة مش كده مش عايزين يهدم فقال طب خالص بقى مدام المشكلة أنتم مش عايزين تخلصوها أنا هجيب رجالتي واخش وأتخانكم معاكم بقى وكل الليل نبي يصلي عليه معنى كل الليل نبي يصلي عليه ودي مشهور أوى منتشر أوى بين الناس خصوصا في المشاكل والخناقات كل الليل نبي يصلي عليه معنها إن مش كل واحد ملزم إنه يؤمن بكل الأنبياء لا ده كل واحد يختار النبي الليل على مزاجه ويصلي عليه مع ان احنا امرنا ان احنا نؤمن بكل الانبياء قال جل وعلا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله اللي يؤمن بكل الانبياء خدوا بالكو ويكفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الانبياء ايه الدليل يا شيكو حمود اسمع الدليل بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله الله هي عاد ديت مش قوم سيدنا هود اه اما ليه ربنا قالوا وعصوا رسوله مع انهم عصوا مين رسول واحد قال لكم لما عصوا رسول واحد فقد عصوا جميع الرسل لان كل الرسل جاءت بالتوحيد وجاءت بعبادة الله وبالاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى واحد وقف مع صاحبه فبيحبه جدا وبيقوله انت اغلى واحد في حياتي انا معرفش عايش من غيرك اتعارف يا اخي ده ربنا فوق وانت تحت واحدة قاعدة معجوزها فبيقوله ربنا خليك ليه يا ابو عيالي يا مستتني ومهنيني وموريني لهنا كله ده انت عارف انت من غلوتك ده ربنا فوق وانت تحت حقيقة الكلمة غلط لان فيها شيء من تسوية الخالق بالمخلوق وربنا قال ليس كمثي شيء وهو السميع البصير وقال جل وعلا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وانما نقول انا بحبك وقدرك علي عندي لكن ما قولش ربنا فوق وانت تحت لأ ربنا سبحانه وتعالى هو رب الكون وانت حبيبي وبحبك لله وفي الله واحد راح يسأل عالم من علماء الدين سؤال والسؤال محرق جدا فدخل على العالم فبيقوله معلش عم الشيخ عايزة اسألك سؤال ولا حياءة في الدين لأ غلط الدين كله حياء اسلامنا كله حياء انما الصح يقول ايه يقوله عايزة اسألك سؤال ولا حرجة في الدين ما يقولش ولا حياءة في الدين اخر حاجة قبل ما نختم الحلقة في عجالة سريعة واحد اصيب بمصيبة فزعلان ومتدايق وعمال بيقول ايه رب لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطفة فيه غلط اسأل ربنا رد القضاء ايه المشكلة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وكان يقول الدعاء يرد القضاء وكان يقول لا يرد القضاء الا الدعاء فبدأ ما تقول لربنا يا رب لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطفة فيه قوله يا رب اسرف عن المرض اسرف عن الفقر اسرف عن الدين واسأل ربنا رد القضاء ربنا يجبعنا أياكم على الخير الوقت بيجري معاكم بسرعة معدنا بكرة مع الجزء الثالث من سرعة مع الأمثال صلى على حبيبك اللهم صلى وسلم 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 وزيد وبارك على حبيبنا محمد وصلى الله على نبينا محمد وعليه رسول وحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر التصارع من دوامات الدنيا والشاواء مليون